في الخبر الأخير تجهز مجموعة من نساء غزة الكعك بالعجوة وهو كعك يحشى بعناية بالتمر لتتناوله خلال الاحتفال بعيد الفطر وفي بيت لهيا بقطاع غزة تستفيد مئة أسر على الأقل من مبادرة تتلقى دعما من أفراد ومجموعات أو منظمات خيرية بحسب جمعية بنت البلد النسائية والتي تجهز الكعك وتوزعه على المحتاجين لإدخال فرحة العيد إلى قلوبهم ويوزع جزء من الكعك على العاملات اللواتي يعملنا على إعداد الكعك وتجهيزه وأيضا توزيع وانطلقت المبادرة في اليومين الأخيرين من شهر رمضان المبارك لمساعدة العائلات الأكثر حاجة وفقرا وقد تم اليوم توزيع حوالي مئة كيلو جرام من كعك العيد على أعضائها